طبعاً احنا بنتكلم عن درجات الحرارة وابنتكلم عن الصيف والمصيف بالتأكيد الساحل الشمالي وما يشهده من حفلات كبيرة العدد من النجوم اخرهم حفلة امبارح للنجم عمر دياب طبعاً عمر دياب امبارح احلى حفلة في مدينة العالمين الجديدة حضرها الالاف من محبينه وطبعاً عمر دياب قال ووجه الشكر لكل اللي نظموا هذا الحفلة في مدينة العالمين الجديدة وقال انه بيتمنى ان يفضل كل سنة بيحيي حفلات في مدينة العالمين الجديدة طيب نروح دلوقتي لأحمد عبادة مدير عمليات شركة تسكرتي مساء الخير أستاذ أحمد أهلاً بيك مساء الخير أهلاً بحضور طبعاً احنا شايفين الحفلات في مدينة العالمين الجديدة أولاً تكلمنا عن هذه الحفلات عن مسألة التنظيم عن عدد الحضور طبعاً مدرح كان في حفلة اللي هضطة النجم الكبير عمر دياب الحفلة كانت حلوة جداً الناس داخلت منطقة النظام محبين نشكر الجمهور على تعاونهم مدرح والمنظر الجميل اللي شوفناه مدرح كلنا الحفلة كان فيها حوالي 20 ألف جمهور للهضبة وكل الناس داخلت منطقة النظام داخل منطقة النظام كل واحد حاجة استذكار الفئة معينة داخل للفئة بتاعته بمنطقة النظام طيب كلمنا بتفاصيل أستاذ أحمد يعني قبل كده كنا متشوف بعض الحفلات بيحصل فيها عدم نظام بيحصل فيها شوية هرجلة المرة دي إزاي تمت مسألة التنظيم؟ عشرين ألف ده رقم كبير طبعا طبعا الحفلة المرة دي شركة تذكرتي مسؤولية كاملة عن دخول الجماعير وخروجهم طبعا حطينا خطة إزاي كل الجمهور يدخل للساعة بتاعته ويتم يعدي على التفتيش طبعا الأمني بعد كده يدخل الحفلة بتاعته بمنطقة النظام فده ممكن يكون أكتر حفلة كتمنظمة للنجم عمر الدياب على مدار السنين اللي فاتت دي أول حفلة لعمر الدياب طبعا في مدينة العالمين السنة دي السنة دي لكن غير كده طبعا هو أحيي حفلات كتير في الساحل بالضبط فضل دي قدمنا موردا العالمين للسيفة 2022 ويعني الحفلة كتنبار حوام فيه حفلة قابليها طبعا سننا بالمار وحفلة قابليها للنجم تانا شوص طيب لو بنتكلم عن المهرجان ده مستمر لحد إمتى وإيه الحفلات المرتقبة إن شاء الله عندنا الأسبوع اللي جاي حفلة لفرقة شارموفرز ومعه بسكو مصر ويوم 19 إن شاء الله في حفلة للنجم ويج هيل ومتوقع حضور فيها قد إيه إن شاء الله نفس العداد ده الحفلات بتقوم في العالمين آرينا ودي الأول سنة تبقى موجودة طبعا العالمين آرينا بتستضيف كل يوم جمعة حفلة لنجم من النجوم الغناء وهي الأريناين ساعتها المستعبية 20 ألف وتم بيعت جميع المتذاكر يوم حفلة عمري ديابي الحمد لله طيب عمري ديابي طبعا نحن سمعنا تصريحات لي قال إيه عن وجوده لأول مرة بإحياء حفلة في مدينة العالمين الجديدة طبعا هو شكر كل اللي حضره وشكر القوامين عن حفلة وشكر كل المنظمين ونجوها مبارح الحمد لله كانت تقريفة جدا وكل الناس سواء جمهور سواء عمر ديابي سواء كل القوامين عن حفلة كل الناس الحمد لله يعني كانت رضي وعشاتت بالحفلة أنا بشكرك جدا لأستاذ أحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك